بسم الله الرحمن الرحيم يلا يا ولد نكمل المفهوم التاني في الوحدة التانية بعد ما خدنا الطاقة والشغل ناخد درس طاقة الحركة وطاقة الوضع الولد الجميل اللي ماسك القرى ده بيقول لي هل تعتقد ان القرى التي يحملها الولد لديها طاقة؟ أيوة القرى عندها طاقة بس متخزينة جواها اسمه ايه الطاقة دي؟ طاقة الوضع طبع عندما يقوم الولد بترك القرى على الأرض فإن طاقة القرى تظل كما هي؟ لا ده تعتقد طلعة نزلة طلعة نزلة يبقى تتغير الطاقة ليه؟ علشان في تحول من طاقة الوضع لطاقة الحركة طب يا الله يا مستر قولينا هو ايه الفرق بين طاقة الوضع دي وبين طاقة الحركة؟ العلماء عملوا حاجة جميلة قوي اسموا الطاقة الى نوعين طاقة وضع وطاقة حركة طاقة ايه ولاد؟ طاقة وضع وطاقة حركة فقالهم ان الأجسام تمتلك طاقة حركة امتى؟ وهي متحركة طب وتمتلك طاقة ايه لما ترتفع لأعلى طاقة وضع عارف انت كده دايما نقول لك ايه؟ لما اجي واحد يقول لواحد ايه؟ ده انت على راسي يعني حطه على راسه منين؟ من فوق يبقى هنا بيعلي مكانه بيعلي امته بيعلي موضعه يبقى كل ما ارتفعت الأجسام لأعلى بص 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 تزداد طاقة الوضع وافتكر مستر حامل جملة بتاعته دا ما اقول لك انت على راسي ها؟ يعني موضعك ومقامك ومكانتك علي عندي لكن لو حاجة بتتحرك يبقى عندها طاقة حركة فهمت المعنى انا بقرب لك المسافة طب قول لي يا مستر الفرق بين طاقة الوضع وطاقة الحركة من حيثه ايه الامثلة والمفهوم تعريف طاقة الوضع يا شطار طاقة الوضع دي طاقة متحوشة طاقة متعانة طاقة متخزنة هي الطاقة المختزنة او الكامينة داخل الجسم يعني طاقة شوف المستر الفرق متحوشة متعانة مختزنة مستخبية يا ادم هي الطاقة المختزنة او الكامينة داخل الجسم طب اديني مثال الولد الجميل ده ماله يرفع قرة تينس لاعلى اصبحت قرة تينس دي ارتفعت لاعلى اه يبقى موضعها ايه عالي يبقى تختزن طاقة بداخلها تسمى طاقة الوضع واما علها الاعلى موضع يبقى ده اكبر مقدار لطاقة الوضع الكلام ده بيخدوه النزة ما يلكوا فعلا والله بشرحه في قولة اعدادي اللي بعده طاقة الحركة الكطار السريعي الجميل الاوروبي الشيكي اللي قدامنا ده ماله عنده طاقة حركة طب ايه تعريف طاقة الحركة هي الطاقة التي يمتلكها الجسم امتى بسبب حركته طالما متحرك يبقى دي الطاقة المختزنة او الكامنة داخل الجسم هنا الطاقة التي يمتلكها جسم بسبب حركته طب يبدينا امثلة عندنا امثلة كتير لطاقة الحركة عندما يتحرك الكطار يبزي الشغل وتسمى الشغل طاقة الحركة أدي النوعين الأساسيين طب تعالوا نتكلم على تسلسل طاقة الوضع في السرك اللي هي يقوله على ألعاب البهلوانية الألعاب البهلوانية الرجل الولد الجميل دا اللي بيشتغل في السرك يقوله عليه بهلوان ليه مش أهانة لا الألعاب بتاعته خطيرة مش أي حد يعرف يعملها فسموها ووصفوها بالألعاب البهلوانية ينط من أماكن عالية يعمل شاء لبزات يعمل حرقات بالأدوات المختلفة أهو البهلوان الواقف أعلى البرج لديه طاقة إيه وضع كبيرة طب ليه وضع لأنه موضوع فوق طب ليه كبيرة لأنه في أعلى النقاط في السرك ختبالك أوكي طب لو الولد البهلوان دا قفز من أعلى إلى أسفل عارفيني يا أولاد إيه اللي يحصل الطاقة اللي كان محوشها فوقه كبير الوضع أوتوماتيك تتحول لطاقة حرقة لأنه هيبقى في مرحلة هبوط الهبوط دا يصحبه حرقة وهنا يصحبه إيه وضع يبقى يجيلك سؤال أكمل عند هبوط لعب السرك من أعلى الأسفل تتحول إيه إيه من طاقة الوضع لطاقة الحركة طب تعالى نكمل تنتقل الطاقة الناتجة إلى الشخص الآخر من الشخص الآخر دا الله زميله أهو وقف سابت في مكانه القاعدة بتاعت المسرح دي قاعدة زي زي المطاط زي اللعبة النطيطة اللي أنتو بتروحها في الملاهي فلما صاحبنا الأولين دا ينطي هنا يقوم إيه اللي يحصل ينزل الإيه الإسفينج دا التحت يقوم صاحبنا دا طالع بقوة الدفع يبقى الطاقة الناتجة إلى الشخص الآخر اللي بيقف أسفل تسببت في إيه سبحان الله دفعه الأعلى يبقى دا نط حرك دا زي لعبة مين الميزان أهي لعبة هي نزل على الميزان اللي هنا على السوق لده راح مطلع لك دا صاحبك دا الفين لفوق يعد مكانه هذه اللعبة البهلوانية وزي ما انتو شايفينه متحرك في الجو ازاي يبقى تتحول الطاقة التي يندفع بها الأعلى إلى طاقة وضع نقول تاني دا نزل وهو فوق عض وضع لما نزل لتحت اتحولت الوضع الحركة طيب إيه اللي حصل لده طاقة الحركة تحولت لطاقة وضع مرة أخرى لما طلع فوق تعال نشوف كده ملاحظة مهمة طاقة الوضع لأي جسم تعتمد على مين كتلة الجسم وعلى ارتفاعه عن سطح الأرض دي ممكن تيجي سؤال أكمل طبعا بياخدوها في قولة إعدادي يقول لك ما العوامل المؤسرة على طاقة الوضع عاملين واحد اتنين كتلة الجسم مرتبطة بتطاقة الوضع والارتفاع مرتبطة بتطاقة الوضع طب قولي يا مستر ايه اللي يحصل كلما زاد الارتفاع عن سطح الأرض لو الارتفاع دا زاد تزيد طاقة الوضع تمام طب عندما يمتل الجسم طاقة وضع معنى كده ان الجسم دا جاهز لمين لبازل شغل او القيام بنشاط يبقى لو الكتلة زادت تزيد طاقة الوضع لو الارتفاع زاد تزيد طاقة الوضع اللي احنا بنقول عليه في العلوم العلاقة ترضية تزيد تزيد معاه تقلي تقلي معاه يلا مع بعضه نروح لسؤال اكتب المصطلح العلمي اول واحدة حزر فزر نوع من الطاقة المختزنة المتحوش اقول له بس 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 خلاص عرفتها بدام المختزنة طاقة الوضع طب الشغل المبزول اثناء حركة الجسم شغل بتعمله اثناء حركة الجسم بدام شغل يبقى دامين يا ولاد يبقى دا تعرف طاقة الحركة انظر الى الشكل الولد مسك قرة التنس وعمال ينزلها ويخبطها تنزل وتطلع تنزل وتطلع عندما يترك اللاعب القرى من يده لتتحرك الاسفل فان طاقة ايه المختزنة بدام مختزنة يبقى طاقة الوضع اللي جوه القرى تتحول الى طاقة ايه حركة الى طاقة حركة لانها تنزل الاسفل تمام اللي بعده عندما تصطدم القرى بالارض وترتدي الاعلى تزداد طاقة مين ترتدي المين لأعلى بدام لأعلى فاكر جملة انت على راسي اه يبقى اعلى موضع يبقى تزداد طاقة الوضع اول ما الطاقة تزيد لفوق يبقى طاقة الوضع هي اللي زادت سؤال اللي بعده في الشكل المقابل الدراجة هنا متحركة بسبب الولد يبقى تمتلك طاقة ايه اقول له طاقة حركة لان الولد بيحركها طب تمتلك الحقيبة التي يحملها الطالب على ظهره طاقة وضع ولا طاقة صوتية طبعا طاقة ايه يا جماعة طاقة وضع لانها متسبتة على ظهره صور طاقة الوضع ده حاجات بقى مهمة يا اولاد طاقة الوضع اتفقنا انها طاقة مختزنة داخل الجسم فعندما نقول ان جسم لديه طاقة وضع معنى كده ان الجسم في حالة ايه يا اولاد سكون يعني محوش ومخبي ما بيقولش الحد ولكن لديه طاقة كامنة طاقة مستقرة هي اللي بتبكينه من بزل شغل بعد كده طب يا مستر انت قلت ان طاقة الوضع دي العلماء اسموها صور سموا طاقة وضع طاقة وضع الجاذبية وطاقة وضع طاقة وضع كيميائية وطاقة وضع اسمها طاقة وضع المرونة طب هالي الكلام ده تم تدريسه قبل كده اطلاقا اول مرة يدرس عليكم طول عمر الناس عارفة ان طاقة وضع وطاقة حرقة ان مرة دي جايب لك تأسيمات لطاقة الوضع وضع جاذبية وضع كيميائية وضع مرونة طب يعني ايه مستر وضع جاذبية قال لك القرى الجميلة دي وهي واقفة على الارض محوش طاقة محوش طاقة وهي موجودة اعلى التل قال لك هيتطاقة اسمها طاقة وضع ما احنا عارفين امالي الجديد بقى انها مجزوبة لسطح الارض فسموها يا ادم طاقة وضع الجاذبية طيب حجر البطارية ده انا لما بحطه في جهاز بيشغله لي اه بيشغله يبقى مخزن طاقة وضع فسموها طاقة وضع كيميائية ايش معنى لان المكونات اللي جوه البطارية بتتفاعل مع بعضها طالما تفاعل يبقى طاقة كيميائية امال ايه طاقة وضع المرونة السلك الحلزوني ده تضغط عليه اه عارفين السلك المطاط الحلزوني ده اه تعمله كده تكو يتفع لفين لفوق زي السستة او زي السستة فسموها طاقة وضع المرونة علشان عنده الحركة على الايه الانكماش ثم الارتداد بقوة استنتج ما هي صورة الطاقة الوضع المختزنة في عربات قطار الملاهي السريع المستر المرة اللي فاتت اللي الشريحة دي التقط وضع جاذبية اه والتقط وضع كيميائية اه والتقط وضع المرونة اه ثلاث امثلة تعال هنا بيقولك عربات القطار السريع عند سحبها الاعلى على السطح المائل طاقة الوضع المؤسرة عليها اني واحدة فيهم اقول له طاقة وضع الجاذبية لانها متأثرة بالجاذبية الارضية تعال انكمل صور الطاقة ولكن لمين لطاقة الحركة اللي فاتت كانت صور طاقة الوضع قلنا ياولاد ان طاقة الحركة طاقة بتساعد على حركة الاجسام وقلنا ان اي جسم بتحرك يبقى عنده طاقة حركة اوكي هل يا مستر حامد طاقة الحركة هي كمان زي طاقة الوضع عندها صور واشكال مختلفة اه ازاي كنا زمان ندرس ان الطاقة الصوتية الوحدها وطاقة الضوئية الوحدها وطاقة القهربية الوحدها وطاقة الحرارية الوحدها الجديد في سنة ربعة انه دخلك الصور دي كأنواع وصور واشكال من صور طاقة الحركة معقولة اه سمى الطاقة الصوتية نوع من انواع طاقة الحركة طب اديني مثال قل لك شايف الزبزبات اللي بتشوفها في اي جهاز او اي راديو او جهاز كاست عربية دي اه قل لك حركة الموجات الصوتية دي نوع من انواع طاقة الحركة بس حركة امواق صوتية اوكي قال لك شايف خطوط الاضاء اللي بتصلك دي اه سموها حركة الموجات الضوئية يبقى صورة من صور الطاقة الحرقة قالك الشحنات الكهربية اللي بتمشي في الأسلاك الكهربية قالك عبارة عن حركة إلكترونات داخل السلك يبقى دي نوع من صور الطاقة الحرقية حتى المية وهي بتغلي والجزيئات السخنة اللي تحت اللي قرب العين بتاع البوتجاز سخنت تطلع لفوق والبارد ينزل لتحت السخن يطلع فوق والبارد ينزل لتحت فأصبح هنا في حركة للجزيئات الحركة دي قالك نوع من أنواع الطاقة الحرقية اللي هي الصورة تسمى الطاقة الحرارية يبقى لو قالك قل لي صور لطاقة الحرقة هقول له طاقة صوتية طاقة ضوئية طاقة قهربية طاقة حرارية خلصت؟ أيوة طب سؤال عندما يندفع كطار الملاهي على السطح المائل كطار الملاهي لما بينزل كده زي الزحلقة إلى أسفل تقدر تقول لي صورة الطاقة اللي بتحول إليها طاقة الكطار أقول له طبعا بدام انزلاق يبقى طاقة حركة تعال بقى ناخد حاجة جميلة جدا إزاي بيحصل تحولات للطاقة عند انزلاق الطفل على أي الزحلقة اللي نقولها باللغة العربية قال الزحلقة قال لك الولد وهو فوق إيه اللي حصل؟ قاعده مستقر يبقى عنده طاقة وضعي في أعلى موضع طب لما ينزلك وينزل لحد ما يوصل لتحت يبقى طاقة الوضع اللي هنا اتحولت لطاقة مين؟ حركة عنده بوطه إلى مين شطار إلى أسفل يبقى تتحول الطاقة من صورة إلى صورة أخرى بكل سهولة كان في وضع بقى في حركة كل يوم هو في شأن فمثلا طفل يجلس أعلى زحلقة لديه طاقة وضع طبعين انزلاقه تتحول طاقة الوضع إلى طاقة حركة أدي مثال على التحول طب الجدول ده هيبين لي صور طاقة الوضع وطاقة الحركة اللي احنا قلناهم من شوية في الشريحة اللي فاتت قلنا مين؟ صور طاقة الحركة وقلنا طاقة ضوئية وطاقة حرارية وطاقة قهربية وطاقة صوتية ومستر حمد قالك ده كانوا لوحدهم الآن ضموهم لطاقة الحركة طب بالنسبة لطاقة الوضع قلنا طاقة وضع الجاذبية وطاقة وضع كيميائية والثالثة اللي مش مكتوبة طاقة وضع المرونة أهم الثلاثة دول تطبيق لصور طاقة الوضع يبقى لو جالك أكمل صور طاقة الوضع قلناه الثلاثة دول صور طاقة الحركة قلناه الأربعة دول قادي الصور ونجي لسؤال إذا سقطت بيضة نيئة يعني نيئة يعني لسه ما تسلقيتش تمام أول سؤال ما القوة التي سحبتها نحية الأرض من اللي شدها أقوله الإجابة سهلة اللي شدها طاقة الجاذبية الأرضية طب إيه نوع الطاقة للبيضة موجودة فيها عند سقوطها مدام عند سقوطها يبقى تحركت يا أولاد يبقى عندها طاقة حركية ومن أين حصلت البيضة على الطاقة من اللدة للبيضة الطاقة عشان تسقط إيدي الشاب الوسيم الجميل ده حصلت البيضة على الطاقة من يدي عند حملها لأعلى أدي إجاباتي الثلاثة أسئلة وتعالى نشوف صورة جميلة بيقول لي لاحظ الصور ثم أكمل ما يلي يلا يا أولاد الطاقة المختزنة في الحبل مين؟ المطاطي تسمى طاقة ها يلا مين يقول مين يقول الطاقة المختزنة في الحبل المطاطي بدم مختزنة يبقى وضع طب الحبل بدي لك مرونة ولا ما بدي لكش مرونة مرونة في النط والشد والجذب يبقى الطاقة المخزنة اسمها طاقة وضع المرونة يبقى أنا حددت النوع طب الولد اللي بيرفع أسقال وعنده عضلطة هي بسم الله ما شاء الله عنده طاقة وضع إيه؟ إيه الطاقة المختزنة بدم مختزنة يبقى طاقة وضع طب مرتبطة بأنه نوع المرونة ولا الجاذبية ولا الكيميائية بدم الأسقال يبقى طاقة وضع مين؟ الجاذبية طب هنا الطاقة المخزنة في وقود السيارة الوقود بيتحرق جوه العربية والاحتراق تفاعل كيميائي بدم تفاعل كيميائي يبقى طاقة وضع إيه يا ولاد؟ طاقة وضع كيميائي وبكده يا ولادي الحمد لله خلصت حلائتنا ودرسينا اليوم مع مستر حامد البيومي ودايما نقول لك لايك وشير وسبسكرايب لقناة روائع البيومي وتابعنا على صفحة مستر حامد البيومي يصلك كل جديد وشير في الخير خلي الكل يستفيد صالح دعواتكم مستر حامد البيومي